مع استمرار التظاهرات الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة وعودة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية لا يزال الوضع في غزة في صدارة الاهتمام في إسرائيل على وقع منافسة حدة بين أقطابها السياسيين على خلفية الانتخابات القريبة التقدير الاستخباري السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية تحدث عن ارتفاع دراماتيكي في احتمال المواجهة العسكرية في غزة التي تختنق تحت الحصار والوضع الاقتصادي الصعب سواء مباشرة أو بوسائل أخرى التقدير الاستخباري يقول إن هناك احتمالا أخذا بالتصاعد نحو الانفجار في ساحة غزة ونحو مواجهة واسعة بالرغم من التهديئة السلبية التي نراها في الفترة الأخيرة حتى رئيس الأركان كوخافي يعطي غزة الأولوية على كل السحاد وهو حدد في الواقع جدولا زمنيا للاستعداد تمهيدا للمواجهة في غزة وخلافا لتقديرات شعبة الاستخبارات بأن حماس يمكن أن تبادر إلى عملية عسكرية تؤدي إلى تصعيد يقدرون في قيادة المنطقة الجنوبية بأن حماس ستحاول بذل ما بوسعها للحفاظ على التوتري كما هو اليوم من أجل الدفع قدما باتجاه التسوية وأحضار مشاريع اقتصادية ومساعدات إنسانية للقطاع في الظروف الحالية تبدو المواجهة العسكرية مع حماس برأي مراقبين أقرب من أي تسوية أخرى ووفقا لهم فإن إسرائيل ترفض اتخاذ قرارات لا على المستوى السياسي ولا عبر العملية العسكرية وتشتري الهدوء من أسبوع لآخر